اختيار بعض أيامه للنكاح اعتقاداً أن النكاح في هذا الشهر له خصوصية وله مزية وهذا أيضاً لا أصل له ومنها أيضاً من البدع تخصيصه بالزكاة فيخصه بعضهم بإخراج زكاة ماله فيه اعتقاداً أن للزكاة فيه فضيلة ومزية وهذا أيضاً لا أصل له فيخراج الزكاة يكون عند حوالاً الحول فمتى حال الحول على المال فإن الواجب أن تخرج الزكاة أما أن يخص زمناً معيناً لم يرد شيء في فضله فهذا أيضاً من البدع المحجثة ترجمة نانسي قنقر